إذن من جديد الشارع السوداني على موعد مع تحركات مطالبة بالحكم المدني خرج آلاف المتظاهرين مجددا إلى الشوارع وصلوا إلى شارع القصر الرئاسي في المقابل أطلقت الشرطة قنابل الغاز والقنابل الصوتية لتفريقهم كما تقول أغلقت قوات الأمن عددا من الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم قتل ثلاثة متظاهرين برصاص حي خلال الاحتجاجات وفق ما أفادت به لجنة أطباء السودان فهل تلبي السلطات مطالب الشارع السوداني؟ كيف ينعكس صوته على الأزمة السياسية؟ بداية نتعرف على الوضع على الأرض ينضم لينا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس خالد إذن ما هو ملخص أحداث اليوم؟ نعم يوسف لجنة أطباء السودان المركزية تحدثت عن ثلاثة قتلة بالرصاص إثنان في أمدرمان برصاص في الرأس والحوض وثالث في شرق النيل برصاص في الصدر إضافة إلى إصابات أخرى كما تقول مصادر طبية بالرصاص الحي وعبوات الغاز وإضافة إلى الاختناق الإحتياجات اليوم اجتاحت عددا كبيرا من مدن السودان ليست الخرطوم لوحدها وإنما هناك مدن أخرى خرجت أيضا شمالا وغربا ووسطا وجنوبا وشرقا يوسف الإجراءات الأمنية كانت مشددة أكثر اليوم حيث أغلقت الجسور وقطعت خدمة الهاتف وخدمة الإنترنت عادت قبل قليل حتى الجسر الوحيد الرابط بين الخرطوم بحري أو شرق النيل والخرطوم كانت تجري عمليات تفتيش لكل سيارات القادمة إلى الخرطوم هذا الصباح للمرة الأولى جسر سوبا تجري فيه مثل هذه العمليات هنا قريبا منا في شارع القصر حدثت مواجهات بين المحتجين والشرطة لثلاث ساعات قبل أن يتقدم المحتجون قليلا شمالا في شارع القصر باتجاه القصر الرئاسي حتى بلغوا محيط فندق المريديان في وسط الخرطوم على مسافة نحو كيلو متر واحد من القصر الرئاسي ثم عادوا بعد ذلك جنوبا لتتقدم الشرطة مجددا المواكب جلها انسحبت في تمام الخامسة كما هو الموعد المحدد المشهد محتقن للغاية ما زال محتقنا يوسف لجان المقاومة كانت قد أعلنت عن جدول للمواكب جدول معلن لكن هناك مواكب لجان المقاومة تنظم أيضا مواكب أخرى في غير مواعيدها وهذا ما أحدث نوعا من الارتباك الكبير والشلل خاصة هنا في العاصمة يوسف لأن الجسور غالبا ما تغلق الموظفون لا يتوجهون لأداء أعمالهم التلاميذ والطلاب لا يتوجهون إلى جامعاتهم ومدارسهم هذا خلق وضعا مربكا هنا وربما كما يقول خبراء يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد السوداني يوسف شكرا جزيلا لمراسلنا من الخرطوم خالد عويس نبقى في الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي شوقي عبد العظيم أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار إلى أي درجة هذه التظاهرات ممكن أن تضغط على صانع القرار في مجلس السيادة من أجل الالتزام بما يطالب به الشارع وما هو الفارق بين ما يطالب به الشارع وما تطالب به القوى السياسية في الحرية والتغيير أهلا وسهلا ومرحبا فعليا هذه المواكب هي الآن تضغط على متخذ القرار تضغط على رئاسة المجلس السيادي وأعضاء المجلس السيادي وتضعهم على محق خطير هو يتعلق بهذا المطلب مطلب التنحي المطلب الأساسي المطروح الآن لا شراكة لا تفاوض لا مساومة يعني أن يتنحى المكون العسكري في مجلس السيادة وكذلك المكون المدني الذي يعد أنه تم تعينه بالقوة الجبرية أو بقوة السلاح بعد انقلاب 25 أكتوبر لذلك المطلب الآن هو تنحي ويضغط بشدة في شلل الحياة يوميا في الخرطوم وفي مدن مختلفة من مدن السودان وهذا الشلل تقوم به الحكومة بنفسها بإقلاق الطرق وقطع خدمة الانترنت وخدمات الهاتف وتعطيل الحياة وإفراغ دوابين الحكومة من العمل تقوم به الحكومة استجابة للضغط الثوار والمحتجين في الشارع فالحياة تتجه نحو الضغط تتجه كل يوم نحو مزيد من التعقد والتعقدات الكبيرة فيما يتعلق بتسيير الحياة الناس وتسيير الحكومة المدني وتسيير دواوين الحكومة وهذا ينعكس على الاقتصاد وعلى مناحي مختلفة من مناحي الحياة لا تلتفت لها الحكومة في هذه اللحظات لا تلتفت لها السلطات مع نية فقط بقمع المتظاهرين والحفاظ على شكل السلطة في المجلس السيادي والحفاظ على السلطة دون التنحي منها واضح قوة الحرية والتغيير نفت أنها دخلت في أي حوار مع المجلس السيادي من أجل عقد سياسي جديد من أجل بداية جديدة كيف يبدو موقف الحرية والتغيير بعد تجربتها السابقة استقالة حمدوك هل يبدو الحرية والتغيير في موقف صعب يعني هذه التظاهرات تمنعه من التوصل إلى حل وسط مع مجلس السيادة بشكل كبير الحرية والتغيير الآن هي تسير خلف الشارع وحلف خلف لجان المقاومة وهي الآن تحاول قدر الإمكان أن تقترب أكثر من لجان المقاومة وهذا يعني أن تبتعد أكثر من مجلس السيادة لأن الشارع الآن يقول لا شراكة لا تفاوض فالحرية والتغيير هي الآن تنصاع لهذا المطلب مطلب الشارع وتقف مسافة أبعد من المجلس السيادي وهذا السقف من المنتظر أن يكون كمطلب سقف تفاوضي تدير اللجان المقاومة ربما أكثر من الحرية والتغيير نفسها فينتظر أن تحدد لجان المقاومة العلاقة بينها وبين المجلس السيادي أو المكون العسكري ثم بينها وبين الحرية والتغيير طب الآن في مفروض أن هناك وفد أمني وسياسي أمريكي يزور السودان ما الذي يمكن لهذا الوفد أن يساعد فيه طالما أنه يعني في ضغوط أصلا من ترويكا في ضغوط أيضا من واشنطن على مجلس السيادة والجناح العسكري ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الوفد الأمريكي الزائر من الواضح جدا أن المجتمع الدولي وترويكا والولايات المتحدة الأمريكية منفصلة أيضا كلهم ضد الانزلاق للفوضى في السودان تعلم ما يدور الآن في أسيوبيا هناك أوضاع خطرة هي تنتقل الآن للسودان أيضا يعيش في أوضاع خطرة بعدها وبالذات بعد استقالة رئيس الوزرات دكتور عبدالله حمدوك كل هذه التدخلات لمنع الفوضى ومنع الانزلاق فهذا يعني على الجيش أن يقدم تنازلات الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن ذلك وترويكا أيضا تتحدث عن ذلك في ضرورة أن يقدم الجيش تنازلات بعد ارتكابه لانقلاب 25 أكتوبر ما نعيشه الآن هي تداعيات لهذا الانقلاب فالتعخيد المشهد جاء من القوى العسكرية أو من المجلس العسكري فلذلك مطالب بتقديم تنازلات فيما يتعلق بحالة الطوارئ في تسليم الحكومة للمدنيين في موعدة على الأقل أن يلتزم بهذه الالتزامات أن لا يخطو خطوة إحادية في تشكيل حكومة أو تعيين رئيس وزراء أو تصعيد الموقف بهذه الطريقة كل هذه هي ما يتدور حوله المفاوضات أن يحترم الوثيقة الدستورية التي تم توقيعه في 2019 هذه هي ما يدور حول الحديث مع المكون العسكري لم يعد وكأنه في ظل هذه المظاهرات التي تطالب بمدنية الدولة بتنحية المجلس السيادي لم يصبح الآن وقت متأخر على العودة إلى هذه الوثائق التي كانت تقول بحكم مناصفة مدني مع عسكري ويتهم الجناح العسكري بأنه هو من أفشل هذه المناصفة الآن في ظل هذا الضغط ما هو السيناريو الواقعي هل فعلا ممكن للجناح العسكري أن يترك كل شيء وإذا ترك كل شيء لمن يتركه نعم هذا هو سؤال مهم في أن الآن كما ذكرت لك لا شراكة لا تفاوض يمكن أن تكون سخف تفاوضي أن يتنحى على الأقل العسكريون في المجلس العسكري الأول بغيادة الفريغ الأول عبد الفتاح البرهان يتنحوا إلى مجلس الأمن والدفاع كما كان مقترح أن يتركوا المنصب لعسكريين آخرين في هذه المرحلة يتم ترتيب مشهد العسكريين بعيدا عن السلطة الحالية سلطة مجلس السيادة والتحكم في الأمر بالشراكة يمكن إعادة المعادلة بشكل جديد يختلف عن ما كان عليه في الوثيقة الدستورية التي قام بتعطيل أصلا الفريغ أول عبد الفتاح البرهان في انقلاب 25 أكتوبر في تعطيل كثير جدا من موادها ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن الروح لهذه الوثيقة أن تكون هناك علاقة بين المدنيين والعسكريين ربما ليست نفس العلاقة ولكن علاقة للانتقال بالسلطة إلى انتخابات بعد 18 شهر أو ما يتفق عليه بعد الجلوس إلى تفاوض فهذه الحالة إذا استمرت بهذه الطريقة دون إحداث اختراق ربما تؤدي إلى مواجهات كبيرة أو انزلاقات كبيرة أو سيناريوهات غير متوقعة ستحدث فيها ربما في المؤسسة العسكرية أو المؤسسة المدنية أو أي واحدة من المؤسسات أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من الخرطوم الكاتب الصحفي شوقي عبد العظيم